خالد نعم هذا فيما يتعلق طبعا في موقف حركة حماس قائمة الحرية التابعة لمروان البرغوثي وتحديدا باسم الناطقة بها نور عودي أكدت أنها طرف التأجيل الانتخابات معتبرة قرار القيادة انتكاسة سياسية تتعارض مع رغبة الجعب الجماعية المبادرة الوطنية دعت في بيان لها بالأمس إلى التراجع عن تأجيل الانتخابات والإصرار على إجرائها في موعدها المحدد الجبهة الشعبية قالت أنه يجب عدم المراهنة على قرار الانتخابات بموافقة الاحتلال وإنما فرض المعركة وإدارة الاشتباك بالنسبة لهم وكذلك أيضا قائمة نبض البلد في بيان لها أكدت أن خطوة التجديد هي معاكسة للإرادة الشعبية وتعيق بناء طبعا مؤسسات منظمة التحرير وتعزيز الانقسام والجهاد الإسلامي أكد أيضا في موقفه بالأمس أن هناك جدية لو كان هناك جدية في إجراء الانتخابات لا تحولت المعركة إلى صراع مع الاحتلال وليس إلى انتظار موافقة لجنة الانتخابات أوقفت كافة إجراءات العملية الانتخابية وتمنت بأن تتوصل كافة الأطراف إلى اتفاق يتعلق بإجرائها في أقرب فرصة ممكنة شارع الفلسطيني محبط حالا من السوداوية والضبابية التي تسود حقيقة في مجمل أراضي الفلسطينية حول مستقبل العملية الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية منذ العام 2006 وحتى يومنا هذا لم تتمكن كافة الجهود من إخراج الانتخابات والعملية الديمقراطية من النفق المظلم وها هي الآن تدخل إلى نفق مظلم بعد أن كانت كل هذه المرحلة شكوك وصراب ويؤكد الغالبية القوائم الفلسطينية بأن هناك تفردا حزبيا وإجراءاتا مشددا من السلطة الفلسطينية قبيل عملية الانتخابات كانت هناك مراسيم رئاسية تتعلق بتشجيع الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية الآن كيف ستتعامل السلطة الفلسطينية وتحديدا أجهزة الأمن الفلسطينية خلال الأيام القادمة هناك حراكات ستستمر عاديا وتحديدا في مراكز المدن المسيرات الندوات الجلسات كلها ضد تأجيل القيادة الفلسطينية للانتخابات الفلسطينية وبالتالي كمرحلة أساسة يعيشها الفلسطينيون خلال الفترة القادمة يعول فيها أكثر من 28 قائمة انتخابية في الضفة عملية انتزاع القرار التأجيل للانتخابات والذهاب إلى انتخابات أشكرك من طول كرم